اشتركوا في القناة 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 بين المغرب طانجا وهولندا وكتعدب وكتجي من هولندا خصيصا باش تقدم لي مجموعة من التصاميم الرائعة اللي كان شكرها اليوم بصراحة لأنها دائما كتبيني بهذه الحالة كان لديك تصريح سابقا دونيا بأنك تتوضحي الملامح الكبرى لتصميم القفطان اللي بغيته يكون وش باقي هذا المسألة رغم كثرة المشاغل الأولى باقي هذا المسألة لأنه كما كتشوف في القفطان المغربي يطور وضروري كتكون واحدة الانتقادات فلازم أنه تكون الفستان إلا أنا بغيت نلبس القفطان المغربي فأكيد يكون فيه واحدة رونق أو جمالية عصرية ولكن الأصالة تتبقى ديك القديمة ضروري أنه يبقى لكو بك تتغير طبعا ولكن ضروري من السفيفة المغربية والعقيدات المغربية ضروري كنحرص على مجموعة الأشياء يكون جديد ولكن ضروري ديك الأصالة المغربية تبقى فيه دنيا رغم عارقات الاسم دي البطمة في الوسط الفني المغربي خاصة مع العربي الله يرحمه تبدين أنك قريبة لعائلة الوالدة أكتر أو لا؟ هو العائلة دي الماما من الأنة صغيرة ربيت معهم يعني كنا دائما في الويكند كمشيوا عندهم فكبرنا في واحد الجو دائما كيكون العائلة مجموعين الخوال ديالي تغني والأم ديالي تهي كتعزفة للعود الخال ديالي دونك كان واحد الروح دائما أنت ربيت معهم اللي كنت صغيرة العائلة ديال الأب ديالي كان واحد شوية ديال البعد لأنه يمكن كل واحد مشغول في حاجة كان اللي يعيش برا دونك ما كانش واحد تواصل دائم فأكيد يعني في بعض الأحيان كنت لقاو يعني في حل بارحد كنت عند العم ديالي اللي هو حسن باطمة شفته وطمنت عليه وعلى مرة العم ديالي والد عمي يعني دائما كنحاول أني نكون قريبة من العائلة ديالي رغم أنني عندي مشاغلهم وعندهم الظروف ديالي واتمامات نعم شمسي عليك اللي حي المحمدية دونيا يعني لي الكثير ما ننساش الوقفة ديال الناس ديال حي محمد ديال مغرب عامة اللي وقفوا معايا أول ما كنت في أرب آيدل واحتملي كنت في ستوديو دوزام واحتملي رجعت الاستقبال الرائع اللي كان في المطار يعني لحد الآن بقى ما شفتش استقبال بحل ذاك الاستقبال اللي استقبلوني كنشكرهم جزيلا شكر وكنقولي هم بنت الحي محمد إن شاء الله تكون دائما مشرفكم ورفع الرأي المغربية الفوق نعم بقى تشوفي جيران زمان وصديقة زمان أو لا؟ بقى على تواصل مع البنات كنت لقى معهم كنت لقى مع جيران ديالنا بقى على تواصل معهم اللي تنطق معهم عادي يعني حياة اللي كنت عايشها بقى عادي ابن العم ديالك طارق باطمة كان فقط سابق وخاصة في البدايات طالبك بالانتباه لتصرفاتك لأنك تتحملي إسم باطمة وبالتالي قال بأنه تتعرض لوابل من السب على النت إلى مثلا المتابعين ديالك ما عجبهم شغل جاست أو لبسة أو تدخل أولا بغيت نقول أنه تلقيت مجموعة منتقادات من عنده العم ديالي اللي هو طارق باطمة أولا هذا هو العم ديالي وتبقى على رأسي وعينيها ثانيا أنا عمر لي من تقتبشي حاجة لأنه ما كل واحد عنده حياة دياله كيعيشها وهو مسؤول عليها مش شي شيء أخر اللي غايقوله شنو غيديره أو يتسأل عليها الأخت دياله ما شاء الله خانسا كان طلعت مجموعة من المجلات دعت مجموعة ديال الأغاني يعني كل واحد عنده تصرفاته كل واحد عنده المسؤولية دياله اللي كيتسأل على الشخصية دياله كان دنيا باطمة أنا عارفة شنو غادي نديره عارفة تصرفات ديالي أنه ما كيتسأل لي بتشي حاجة وكان ظن أنه الاسم ديال دنيا باطمة أو اسم العائلة باطمة وصل بواحد السرعة للعالم العربي وصل بدنيا باطمة فكان قوله لازم تفتخر بهذا الشيء نعم بعض المحبين ديالك المتابعين ديالك دونية يقولوا بأن الكنتك في الحوارات وفي اللقاءات التي تجريها خاصة في القنوات العربية تتسعملي لهجة الخليجية أكتر بيش تردع لهم وش لأنك صعوبة ديال فهم الدارجة ديالنا أو أن الممارسة اليومية تتخليك أنك هي صراحة أولا قبل ما يكون دارج الأغنية المغربية كان عندنا صعوبة وأنا كنت ألقى صعوبة في الحوار مع مجموعة من الصحفيين اللي هما خالجيين أو من المشرق من مصر أو من غيره ألقى واحد صعوبة الحمد لله حاولت أنا ألنفهم الجمهور أنا وما كانش كيف يفهم هذا الشيء أنه ألقى صعوبة كنت ألقى مراراً وتكراراً للكلام وقد تسجل هذه اللقطة مجموعة من يعني سمرات عديدة فكان أريد أن نجاوز هذا الشيء أنني بزربة نكمل فكان نحاول أنني نحاورهم باللهجة ديالهم الآن كنت أرى أنه أولاد سهلة والحمد لله أنه مجموعة من الأغاني اللي سهلت علينا نتحاورهم مع الناس ولينا كنت نحاول معهم باللغة ديالنا عادي ولو تفهموها فهذا الشيء رائع وكان بغير نقول أنه مجموعة من الناس من اللي تمشوا لفرنسا أو تجي أحد من المريكان أو فرنسا تنحاول معه بفرنسا نرى أنه يكون الانتقاد على الخليج أو مصر لا يكون الانتقاد على أوروبا لأنهم لا يفهمونها يعني نرى ما يريد التنقض ولكن الحمد لله أنا سعيدة لأنه الآن وفهم الجمهور أنه هذه الناس لا يفهمونها والحمد لله أنهم لا يفهمونها الآن بانتشار الأغنية المغربية بواحد سرعة أنا فرحانة أيضا من الموضع التي ترى نقاش مؤخرا دنيا هي ظهورك بفستان شفاف ومتير والمنتقدين ديالك قالوا بأنك بديت تتشبه بهيفاء وهبي بماذا ترطين على هؤلاء أنا دنيا باطمة تتفقية دنيا باطمة تتشبه رأس أبتشي واحد باش توصل لواحد النجومي الحمد لله وصلت لواحد النفو اللي تتمنى أي فنان صراحة وأنا سعيدة لأنه وصلت لهذا النفو بالجمهور ديالي اللي دائما كتعجبوه إطلالتي وتتعجبوه الأغاني اللي تنزل بالنسبة للفستان أتمنى أن أشكر المصمم المغربي سعد الودراسي اللي صمم هذا الفستان الفستان كان جدا ما كنشوف فيه تشعري لأنه مبطل من الداخل فيه تبطين دياله فما كنت تشعري نعم لحي تبين بحل لون ديالجيزم حيث هو التبطين كان يمكن ذكاء من المصمم أنه تبطين تشبه لون ديالحم فالمن اللي كان في المانكا ما كانش يبين نهائيا في حلاكك فأنا جاني عادي لأنه تشي حاجة من الجسم ديالي اللي متتبان إلا واحد اللعباغتي من هنا دياللي دياللي كانت شفافة شيء لأخر ماشي شفاف والناس اللي تتفهم في الموضة أكيد غتعرف أنه هذا الفستان نرى ماشي عريان وهذا اللي تنبغي نأكد المجموعة دياللناس اللي كان عندهم واحد الخطأ في الانتقادات دياللي رغم مرور مدلالة بأس بها على زواجك دونيا ما زال الجمهور مقتنعش بأنك تزوجتي صغيرة ومدير أعمالك والزواج كان زواج مصلحة من قبل الطرفين أو لا كان عن حب بالعكس أنا هاد الأول شيء كنبغي نوجه تحية لمحمد تورك اللي هو زواج ديالي وإدارة أعمالي وكنقول أنه هاد الزواج ما كانش زواج مصلحة أبدا لأنه طلقينا في حفلة أنا ومحمد وبالعكس هو كما كان قوله ربي نمسك عليه ما محسنش أنه أنا نجي وندير لي مصلحة أو هو يبني لي شيء مصلحة بالعكس كنشوف بزافة الناس للمصلحة أخطفتي الراجل كنبغي نقول لهم أنه ماشي زواج مصلحة وإحنا اللي عايشين في هذه الحياة عارفين أنه ماشي زواج مصلحة بالنسبة لخطفت الرجال أو هذين التي يقولوا بغيتهم لو هما كانوا عايشين معانا في الحياة غير يعرفوا بأنه الغلاط ماشي منه وماشي مني الغلاط من ذاك الشخص اللي بعد على هذه العائلة كان فيه واحد الخلل ودار شي حاجة اللي تثبت في أنه خراب بيته هو ماشي أنا اللي خربت البيت نعم كان خراب من الأصل خراب من الأصل أنا أصلا كان واحد ما كانش واحد كما كان نقولون ما كانش واحد لحياة مستقرة أو جميلة هذه الحياة قبل ما جاءت بالعكس كانت كلها اضطراب ومشاكل لينما أنا جيت وحاولت أنني نفهم أنه الطرفين ما كانش واحد ما كانش واحد توافق أبدا يعني والله هو اللي بين في الآخر كل واحد على حقيقة دياله والحمد لله دام ربي بغاني نكون مع هاد لائلة ومعيش واحد لحياة سعيدة إلا وهو عارف شونك يدير ونعم بالله وشب الصحة دنيا بأن الزوج ديالك شيعي لا هم هم سنة والأب دياله سني اسمته محمد ترك وهذا غلط أنا أول حاجة ما غادش نكون من ناس اللي قاسيين على الشيعة وهذا كل واحد عنده دينه كل واحد لا أنا كنحترمهم ولكن ماشي لدرجة أني نزوج شيعي بالعكس من الزوجة السني والعائلة دياله سنية كلهم وهذا غلط وهذا هو اللي بغيت نشرح لنا نعم هذه فرصة أننا ننصحوا المعلومة أيضا علاقتك بربيبتك حول التورك حالة التورك عفوا صحات هذه النظرة ديالنا نحن المغاربة ديالزوجات الأب المتسليطة ماذا لقيت عندك حالة لدرجة أن تقول لا بين دونيا وبين ماما أنا في النص يعني رأي شي حاجة اللي ستتربطكم كبيرة ماذا هي هاد الحاجة اللي خلاتها أنك تديرك في مكان هما ماشي غي حالة حتى خوتها صغر يمكن ما كانش اهتيما مقبل بالأبناء يمكن ما كانش واحد الحنان يعني دائما كانت شغالات من بعد يمكن لأم على الأبناء الحمد لله من يجيت لهذه العائلة أنا يمكن صغر سني ساعد على أنه يمكن بحلقتهم يمكن كلعب معهم كان أخذ علاقة عقله كل واحد هذي المسائيل اللي قربتني أكثر منهم وحتلح لأننا حنينا لأبعد الحدود نعم ويكينا دونيا الحد الآن يمكن حيث ما زال ما عندك شأولاد لو مثلا عندك أولاد راء بالعكس سيكون عندي أولاد سيكون عندي مسؤولية أكبر ونفهم أكثر في عالم الأمومة يمكن من الأم دي اللي تعلمت مجموعة من الأشياء اللي خلتني تقربت منهم أكثر يمكن نعم الوالدة هي السير هي السير نعم تهيدة نظر تتقني الغناء الشعبي دونيا وخاصة أغاني الدودية واش تقدر تغني لنا شي مقطع جمهورك من أغاني الدودية آه ما عندي مشكلة أنا الدودية زينة الدودية أنا متبعها من لي كانت سميتها شابة زينة من لي كانت تغني الرأي يعني كنت نغني الأغاني ديالها ومتبعها الآن وكن نقول تبارك الله عليك لأنها فنانة مبدعة وحتى هي لقات انتقادات كبيرة بالأغنية ديالها ولكن هو والنجاح في الانتقادات لأنه وصلات الأغنية ما شاء الله أكثر من عشرات المليون ديال مشاهدة في اليوتيوب وهذا شيء خاصة تفتخر بي لأنه ما دارتش هجمارات صرحة نعم يقدر يسغني دنيا أطيني ساكي هوكي ما عنديش مشكلة نعم محبابك أطيني ساكي مغن ماكي مغن بين اليوم زوينا أشعر أزعر أكر أحمر حلفتنا ودروينا وندير حالة في الرجالة كل شيء غوة يا لغزالة نمرع عفاك نهضر معك ولت العيون القتالة دان تحية الفنانة الشعبية أيضا الشامب زينة دودية الدنيا ستشارك هات السنة في الدورة 14 من موازين شحل أجر ديالك في هات الدورة هو بحراج مرحبا أولا أنا المهرجان الموازين لا تنجيش لعلاق بالأجر بالعكس نجي باش نتواصل مع جمهور ديال المغربين اللي لولا هات المهرجانات ما غدش نقدرون نتواصل معه بتشي طريقة غير البراميج وهذا يعني أنفاس ما يمكن شغالي التواصل معه دونك أشكرهم أول شيء لأنهم اختاروني من دوم الفناني المغربين اللي صراحة لأنه كل واحد عنده خصوصيات دياله وكل واحد الأجر دياله كيفاش داير دونك كنبغي شكر المسؤولين صراحة لأنه اختاروني مرة طلّوا فيها بمجرد أنهم جابوني الموازين إلا وطلّوا فيها نعم أيضا دونيا قيل بأنك درستي سياحة وش تفكري أنك تدري مشاريع سياسية في المغرب لأن السياحة هي اللي ماشي عندنا لا ما كان فكر شوف هنا كنت كنقر السياحة وبالي مع الغناء وبالي مع الفن يعني خليت شهد كحتيات يعني ماشي بالي معها لأنه من الأول أنا بغن ولي مطربة ووصل العالم النجومية دونك لا عندي قريته ولكن ما كان دونش أنه عندي واحد لمويل كبير لي أبدا نعم المطربة أحلام قالت بأنها في فترة عمرية سمعت نصيحة زوجها مبارك الهاجري ولي قالها أن الشباب والصغر ما تيدومش واستمرات في عقارات وغيره وشي قدريت تستفدي أنت أيضا من هذة النصيحة هذه الأحلام أكيد أنا كنت استفدي منها وكان استفدي منها ماشي حتى مبارك الهاجري قال حتى واليدة قالت لي أنا صغر ما تيدومش وكتشوف مجموعة من الفنانين اللي يعني كبروا ومالقوش سند ليهم اللي غادي عاونهم فأنا جريع صغري الكبري كما كنقول وأنا كنخدم على رأس دابا باش نبني مستقبال لي والعائلة ديالي كلها ويعني ما كنبغي نخلي تشي واحد مخصوص فهذا شي بركة وعلى هذا الأساس وعلى جمهور ديالي دائما كيسان دني وتيسن مني جديد ديالي فأكيد مشاريع ستكون عندي في المغرب إن شاء الله وكنتمنى أي فنان أنه يخدم باش يبان باش يدير من المستقبل ديالله حيث الصغر ما دايمش أيضا علاقتك بالمطربة أحلام في بداية البرنامج كانت موساني على عكس نهاية البرنامج في الدورة دياله الثانية بان العلاقة توترت قليلا ما صحة هذا لا بالعكس بالعكس دائما كنت لقى معها في مناسبة خاصة بالعكس إنسانة في كامل الرقي إنسانة عفوية كتقول صراحة والمشكلة أنه صراحة في هذه الأيام في هذه الزمن ولا تتعجبش يعني دروري شوية التناقض باش تدز على خير فبالعكس هذا الإنسان أنا كان عشقها وكان عشق شخصيتها لأنها إنسانة قوية وإنما كان شخصية ما غدش بهذه الانتقادات وبقى وقفة وبقى قادرة أنها تكمل فكنحييها وبالعكس العلاقة بقى طيبة كما كانت في الأول نعم معروف عليك الدنيا أنك مسوابة وحتى علاقتك بجل الفنانات جيدة ومع ذلك كان واحد سؤال فاهم ما فهموش الجمهور العربي كيفش خديتي قرار وهجمتي للنجم ديال الدورة الثانية من عرب أيضر محمد عساف شو السببب بالنسبة نعود نكرر لك أنه صراحة هذه الأيام ما بقى شتعجب أنا قلت صراحة اللي شفتها وكل واحد حر في الرأي ديالو حتى هو كان الرد ديالو أنه أنا بغيت نقوله أنه الدنيا باطمة كانت من المشجعين ديالك يعني أعمالك ما غديش تأثر علي أو غد زيدني شي حاجة لأنه ديجا عندي أعمال قبل من تعرف شنا هي تلفزة هذا هو الجواب ديالي ومن بغيش نكبر من حجم المسألة لأنه كان أعطي الإنسان كتر من حقه نخلي نعم أيضا دنيا في الوقت اللي تتقولي بأني جمالي رباني المتابعين ديالك تقولوا بأنك أجريت أكثر من عملية جراحية تجميلية واش صح ولا لا بالنسبة المتابعين ديالي ما تقولوش هاد شي غير المتطفلين على الصفحة ديالي يقولوا هاد شي والناس لي ما تتشوف نيش حكا أنفاس تتعرف تتقول أنه درتي شي حاجة ما عارف أنه نكبرو هاد البلاصان صغر هما يقول لك نفخوا عمليات كان بغين نكذب هذا شي لأنه أنا مادرت حاجة وبين في جوال كان شوية ديال الفلر فقط يعني ما كانت شي حاجة وتغير الأسنان هذا هو الشيء اللي غيرت أما شي حاجة أخر ما كين نعم وهذه فرصة أننا نأكد أن دونيا بقى طبيعية لا أبدا أيضا مجموعة من المطربين الشباب من جيل كدونيا كسعد المجرد حاتيم عمور أغانيهم كتاس حد الشرق اللي كنت يلقى مثلا صعوبة في اللهجة المغربية أشنو رأيك في هذه الفنانة مثلا نقولهم لك بالأسماء سعد المجرد سعد المجرد هو قبل ما يكون إنسان هو ما بعيد شعليه أبدا هو صديق بالعكس وصديقي فنيا فكان وجه لي تحية ونقول لي برافو لك لأنه هو أكثر إنسان حاول في نشر الأغنية المغربية يعني وصلت بوحد طريقة بوحد ثلاثة الآخر اللي ما تفهمناش وأعمال ديالله ما شاء الله ناجحة فكان تمنى لي التوفيق ونقول لي استمر لأنه برافو تبارك الله عليك حاتيم عمور حاتيم من الجيل الشبابي يعني من جيل سعد المجرد وهذا وعنده أغاني رائعة وعنده صوت رائع وكنوا بتوفيق أسماء المنور أسماء المنور هي تاريخي يعني مشي شابة عاد غان هدر عليها هي الإسم تيدوي على رأسه أسماء المنور يعني إنسانة قمة الرقي والتواضح وإنسانة ضريفة بزف وانا تتعجبني ومن اللي كنت قبل قام نغني كنت دائما كنت مع الأغانيها لأنها عندها عرب رائعة تتعجبني بزي بتسام تسقط لي بتسام أنا كنت من مشجعين ديلها في استاغ أكاديمي وكنت من المساندين وكنت من لها التوفيق صراحة كنت من أنها تشوق طريقها بواحد طريقة تدرسها لأنه الفن شي حاجة صعيبة مش سهلة صراحة نعم فكنت وعتي المغربة دنيا بأنك غتهديهم ألبوم مغربي مية في المئة في نوصل هذا المشروع وهذا الوعد أنا ما خلفت بالوعد ديالي والوعد ما زال مستمرة أنا سجلت جوة الأغنيات أولا وطنية هي بعنوان المغرب مغربنا هي من كلمات محمد الإدريسي كلمات ألحان محمد الرفاعي اللي كان ملحن ديال أغنيات انتي بغيها واحد وتوزيع محمد شرابي هذ الأغنية هي مغربية مية في المئة يعني ماشي شابابية أغنية عريقة يعني كاد هدر إلى جمالية المغرب ديالنا الشعب المغربي ومالي كلان لا يسروا اللي كانوا جالي تحية إضافة إلى الأغنية اللي لكل كتناها هي مزين وعر اللي سجلتهم جوجهم صورتهم في مراكش مع المخرج أنور المير كان نشكره كانت هذه الأغنية مزين وعر من كلمة ألحان توفيق المغربي وتوفيق شاب مغربي يعني رائع عنده واحد الموهبة رائعة وعيش قطن في الإمارات وتوزيع كان مهند خضر فهذه الأغنية سيكون إن شاء الله من دمن الألبوم وكان أشتغل على الألبوم اللي سينزل إن شاء الله من وراء رمضان وراء العيد إن شاء الله فبقى الوعد ديالي على ذيك الرمضان وإحنا على مشارف الدخول إن شاء الله شنو عددك الرمضان يا دنيا أنا رمضان سيكون إن شاء الله في المغرب لأنه جربت رمضان بره وما جاني شوية بازل لأنه لا ما كيش ذيك الروح ذي لرمضان ما كيش ذيك صلة الرحم كما عندنا هنا في المغرب ما كيش واحد ذيك الريح ذي لرمضان ما عنده مش تلتش هيوات فجايا إن شاء الله غنكون مع العائلة وتحضيراتنا الرمضان كأي عائلة مغربية سلوش بكية نعم ذكي الاستعداد استعداد ديالرمضان تحنا كنستعدوا لي وش تلترمدن دونيا كيفاش سنقوله سنطرمدن هي أنني سنتأثر تنغضب وتنتقلق في رمضان لا 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 ذيك آه زي ما كيما كنقوله مقطوعة نعم مقطوعة لا بالعكس أنا دايماً ذيك شي سمع مرسو ما عندي صايمة أو ما صايماش واللي تيكعة ما تنظنش أنه سبب دياله غيكون الصيام هو غيكون إنسان دائماً تيكعة يمكن تيكها بطبيعة بطبيعة دياله نعم تعملتي بدون شك دونيا مع جل الفنانين العرب المشاهير والناجحين شكل الفنان العربي مثلاً اللي خلل بصمة في دونيا باطمار في تعامله وفي ناجحاته هو ما كان بزاف ديالناس يعني اللي برال اللي تيخدموه على رسم تيشتغلو على رسم أنا قبل عندي القدوة ديالي والإنسان الرائعة هي ذكر الله يرحمها صوت ما غديش يكون ما غيتكررش وكنت كنت منى لو أنها كانت العايشة الآن غاتكتاسح غاتكتاسح الساحة الساحة والفنية والسوق سواء الخليج أو الشرق يعني كلهم يعني ما غير مقدرش نقول لك فنان واحد كنشوف ما شاء الله مجموعة من الفنانة اللي في الخليج اللي كيشتغلوا على راسهم دائما كتشوفهم حاضرين يعني سواء في المواقع التواصل الاجتماعية أو في تلفزيون ولكن كأسماء دونيا مثلاً كأسماء كن الفنانة والمطربيين العرب القراب لقلبك القراب ليا يعني الفنان ماجد المهندس يعني كنشوفه ساطح ما شاء نقول لك الفنان كادم الساهر الفنانة نوال الكويتية يعني مجموعة من الناس الفنانة أحلان كدارك يعني مجموعة من الناس اللي باقع بينها الآن وكتشتغل على راسها وكنشوفهم أنهم مميزين وكنتمنى أن يكون في نفس نيفو ديالهم إن شاء الله نعم أيضاً لوحدة دونيا في أغلب الأغاني وديالك اللي طرحتها الروح الخالجية واش تأثير مدير أعمالك لتوجيه للسوق الخالجي بدات أو أنه المنافسة شارسة على السوق المصري أو الشرق على اللهجة المصرية هو السبب ديالي أنه كان واحد شوية يعني لأنه الشغل كامل في الخليج وكنت ماضية عقد احتكار مع شركة بلاتينيوم كنت مجبورة بهذا الأغاني والآن ما بقىش عندي عقد معهم الحمد لله يعني وليت عندي واحد حرية الاختيار في الأغاني وحرية نغني مغربين نغني اللي بغيت وأولاً كان عندهم واحد لنظرة غلط على الأغنية المغربية أنه لم يفهموها الآن كان نشوف أنهم من بعد ما ما بقيتش مضيت معهم وليه عندهم حتى يحيز أكثر الأغنية المغربية لأنه شافوا أنه الآن ولات الأغنية المغربية تتخدم ومطلوبة أكثر من الخليجية صراحة يعني احتل المناسبات الخاصة ولو تتلبوا أغاني المغربية أغاني لهم هذا شيء كانت تخرج نعم أيضاً دنيا كانت بعتي مع المغربية أعراس أثرياء المغرب التي تمت في هذا الشهر وحضروها في النانا كيف تري من أثرياء المغرب التي غنيت لها دنيا باطن مناسبة غنيت من قبل أول ما أخرجت من عرب عرس ولكن ما أعقلت على العائلة بالضبط كنت أنا ورامي عياش حين الحفل وكان حفل صراحة أسطوري لا سواء من من تنظيم من مجموعة من الأشياء كان جداً رائح فسبق لي وكنت في هذه الأعراس كتكون رائعة نعم ما عندك شي حاجز عم مقريب للشخصية مغربية هنا الشخصية مغربية ما عندي شخصية خاليجية كان مزيف نعم دنيا كلمة أخيرة لنساء للمرأة أولاً شكر خاص للمرأة تيفي وهذا البرنامج الرائع بوديوم اللي كيحاول يقربني من الجمهور فكنشكر للمرأة المغربية لأنها دائماً كما كنشوف دائماً صورتها كتكون كتمثلنا دائماً أنا كمرأة مغربية كتمثل المغرب خارج أرض الوطن كنتمنى أنني دائماً كوني عند حسن ظنكم كل المرأة المغربية تحاول أنها تعطي صورة رائحة للمغرب لأنه كنشوف مجموعة من الناس اللي أخذين نظرة خطأ على المغرب فنحن كنحاول نصلحوها لأنه المغرب رائع والمرأة المغربية رائعة وكان بغي نقول شكراً جزيل شكر لهذا البرنامج اللي حاول يقربني من جمهوري كنبغيكم مزاف وشوفوا جديدي وحصرياتي كلها لدي البرنامج بوديوم شكراً إذن إحنا بدورنا عدونية نشكرك وتنحي في صراحتك وتجاوبك أيضاً ونضرب لك موعد إن شاء الله عما قريب في حلقة جديدة أو في برنامج من البرامج المعاتيبة شكراً لأخير شكراً